اشتركوا في القناة وقد تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن دور الهيئة في إنجاح الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مشيرا إلى إطلاق تطبيق مجتمع واعي والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 60 ألف مستخدم كما أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين قدمت تجربة فريدة من نوعها في مواجهة فيروس كورونا من خلال إجراءاتها الاحترازية المدروسة حيث كان تفعيل غرفة العمليات بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكورة هذه القرارات والإجراءات المدروسة اليوم أود الحديث عن تدشين تطبيق مجتمع واعي تم تدشين التطبيق أمس لتعزيز هذه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا بعد التأكد من فعالية التطبيق في النسخة التجربية أطلقت النسخة التجربية لفترة تقريبا ثمان أيام مئات المتطوعين استخدموا التطبيق وأثبت نجاحه وفعاليته لذلك تم إطلاقه بشكل رسمي وعندنا والله الحمد الحقيقة الإحصائيات تتبين أكثر من ستين ألف مسجل في التطبيق لحد الآن عندنا الحجر المنزلي الشخص اللي يقعد في البيت بمكان التطبيق أنه يتأكد أنه ما طلع من مكان الحجر وملتزم بهذا المكان من خلال طبعا تفعيل خاصية الجي بي اس الموجود في التليفون أيضا عندنا آلية إلكترونية نقدر من خلالها أنه نتأكد أن الشخص موجود مع التليفون صدر قرار وزيرة الصحة أمس اللي يلزم اللي موجودين في الحجر المنزلي إذا ما يكون في حجر حكومي أنه يستخدم التطبيق في الختام أود بس ذكر جهود الهيئة في تقديم كافة الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية لتفعيل العمل عن بعد مثل ما نعرف اليوم العمل من المنزل يتطلب وجود خطوط آمنة للموظفين للدخول عن ضمات الوزارات فالهيئة تسخر كافة إمكانياتها لدعم هذه الجهود عندنا طبعا آلاف الموظفين اللي يحتاجون لدخول على المنظومات الموجودة في الوزارات إضافة لدعم خدمات المؤتمرات عن بعد سواء الاجتماعات اللجان الوزارية بين الوزارات أو أيضا مع الجهات الخارجية أضف إلى ذلك دعم الخدمات مثل ما نعرف الآن معظم مراكز تقديم الخدمة حولت تركيزها للخدمات الإلكترونية لله الحمد نحن عندنا جاهزية كبيرة جدا في مملكة البحرين معظم خدمات الحكومية موجودة إلكترونيا أكثر من 60% ويجري الآن العمل بحيث أن نرفع هذه الطاقة إلى حوالي 98-92% في الفترة القادمة وزارة الصحة ما زالت تواصل خطط الاحترازية بما يتماشى مع المسجدات على حسب هذه المسجدات وتغيراتها بشكل عامة اليومي لما نرجع مرة ثانية حق النتائج المحلية الآن في المملكة البحرين فإحنا قدمنا كوزات صحة وكفريق وطني تجربة جدا مميزة وفريدة إحنا إذا نرجع مرة ثانية ونقول والله بالنسبة حق الإجراءات الاحترازية كانت إجراءات احترازية بدروسة في هناك خرفة عمليات في قياس صحيح بالنسبة للإحتياجات كان اعتماد قوي وشامل بالنسبة للفحص الفحص ثم الفحص ثم الفحص وكذلك عامة المتابعة من بعدها والتقييم المستمر وكافة المؤسسات الحكومية اليوم نجد مثال عامة بوجود الهيئة وفي هناك المؤسسات الثانية بالنسبة للوزارات الثانية جميعها تتكاتف مع بعضها بعض لتقوم بهذه الإجراءات الاحترازية ولله الحمد من بدأنا عامة في البحرين بدأنا على مبدأ ونواصل عليه وهو الشفافية في نقل الحقاق لعل هذه مصدر قوة بالنسبة لنا أن نحن مقيم حانم وقت لا وقت ويكون الشفافية مبدأ احنا اتخذناه من أول لأيام وما زلنا في هذا المبدأ متواصلين فيه دائما نحن نتكلم عن البحرين الجاهزية طيب بالنسبة حق الطاقة الاستيعابية في البحرين وين وصلنا الحين وهل احنا الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج ومراكز العزل أو مراكز الحجر هل هي بما احنا نتوقعه ووضعناه في خططنا الحمد لله بالعمين أنها تفوق طاقة الاشغال الحالية بمراحل جميع الخدمات أكد عليها الصحية تقدم في البحرين للمواطنين والمقيمين بحد سواء بالمجان واليوم طبعا نظرنا في توجيه السامي لجلالات الملك المفدد الله يحفظه ويرعاه بأن تقدم الخدمات للمقيمين في مملكة البحرين وتوفير لهم العلاج اللازم الحجر اللازم أو العزل بحسب حاجة هذه المرضى المرضى